صدمة كبيرة تعيشها بلدة مشحى العكارية وعائلة الجندي عبدالله شحادي جراء انشقاقه عن الجيش اللبناني وانضمامه إلى جبهة النصرة وفي منزل الجندي المنشق إصرار على ضرورة عودته إلى حضن المؤسسة العسكرية لسيما من والدته التي أصيبت بوعكة صحية جراء هذا الخبر وناشدت قيادة الجيش التماس العذري لولدها نحن مع الجيش وكلنا مروح إلى الجيش وعندي قارب عمدي أقدم للجيش نحن فددني كله يتلق يخليه لك رجيه لك يا جبهة النصرة بعطلية ما قالي غيره شيفت وماني بصدق معك عمل عمليه جلدي حطه لبطنه هذا ما في حوري شقيق شحادي طالب قائد الجيش بعدم المساس بشقيقه إذا عاد لأنه مريض وخضع سابقا لعملية جراحية عم شحادي وهو رئيس بلدية مشحة السابق أكد أن العائلة لم تربيه على التطرف والغلوف الدين وقال نحن ملتزمون بالدين ولكننا ملتزمون بالولاء للوطن أولا نحن نحترمهم ومنقدرهم وفي عنا نحن شهداء بالمؤسسة العسكرية ولاد عامنا وقريبنا وجيراننا من مشحة وبقربونا اللي بدنا نتوجه فيه للعملية قائد الجيش أنه نحن نمله محاكمة إذا رجع لأنه هو عم يقول أنه واجه ظلم عند مسؤولينه أو شي حتى يتم التأكد من الحديث وكانت بلدية البلدة أصدرت بيانا استنكرت فيه الحادث وأكدت أن بلدة مشحة معروفة بحبها وتأيدها للجيش اللبناني الوطني وهي بيئته الحاضنة ولا وجود لأي منظمات أو جماعات تعاد الجيش أو الدولة على أراضيها مشيرة إلى أن هناك شائعات هدفها تشويه سمعة البلدة وزجها في الفتنة القائمة في البلد